السلام عليكم وتتابعي الاعزاء ومنحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ اون فيزا في حلقت لهم ان شاء الله سوف نحضر معكم كيكات 7 ملاعق وغيب جوج بيضات كتجي بزاف بنينة وغيب نسكاس تشانتيه بنينة بزاف بزاف اكيداتنا الاعجاب شوفوا القوام ديلها البنات يا سلام كتجي هائلة بزاف ندوز المقادر وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله في اينا اكسر جوج بيضات يكونوا بحرارات الانطبخ وطريقة الملحة سوف ندوز المعالق كبار السكر سانيدة نضرب البيض حتي تبدي اللون ديله وما يبقى اصفر غامق وهو اللي بيض ويده بسكر تماما بعدما تبسكره تبدي اللون البيض سوف ندوز المعالق كبار الحليب ندوز المعالق الزيت كيف قلت لكم كيكات سبعات المعالق يعني سبع في سبعة كل شي ندير منه سبعة اللي هاسمينها كيكات سبع ملاعق يعني سبع في سبعة وكل شي منه سبعة كيكيكة بنينة خفيفة ما شاء الله نسمعي القديل نسكافي يعني قهوة سريعة دوابان هاد نسكافي اختيار يلي ما كيبغيش نسكافي يدير في بلاستها نسكافي او نكهة الفاني بعدما خلطت مزيل المكونات مع بعضهم سنزيد الدقيق ديال الحلوة ندير سبعات المعالق الكبار ديال الدقيق ديال الحلوة بعدما غربت الدقيق سنزيد نص معلقة ديال كاكاو المر مع معلقة كبيرة ديال كاكاو الحلوة من الأحسن نغرب لقاء المكونات الجافة باش مما يبقوا لكم جدوك الحبيبات فوس الكيكا ديال كم منزيد معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة نخلط مزيل المكونات مع بعضهم حتى نحصل على خالية بهاد القاوان ما تكترويش دقيق بزب باش ما تجيلكمش الكيكا ديال كم تقسم الداخل كتاب في غبس بعض المالعق ديال الدقيق فقط باش جيلكم اسفنجية ورائعة من هال المول اللي غنزير في الكيكا انا غنزيره في هاد المول ديال الزاج وانتو مستعملوا اي مول متوفر عندكم ما يهم الشكل ديالو سواء مدور او مربع اللي يهم هي البنة ديالو دهنت المول بشوية ديال الدقيق إلا كان المول ديال كوم كيل السق دهنوه بشوية ديال الزبدة ورشوه بشوية ديال الدقيق ما تديروش مول كبير ديرو مول متوسط في الحجم باش جيلكيكا ما طلعاش كتر من القياس وما تجيش هابطة بزاف حيتاش غنديرو الطبقة التانية والثالتة قضيتلكيكا مزين باش مليت تب مجيني جيها طلعا وجيها هابطة ندخل كيكا الفران اللي سخنت من قبل ونخليها الطيب من تحت ومن فوق يعني من الجهاتين بحل كيكا عادية وبعد ما الطيب الكيكا غد نطلقوا باش نوجدوا السقاة لها بعد ما طبت الكيكا خرجها من الفران سنسقيها وهي ما زال سخونة هنا عندي فنجال ديال الحليب سنزيد عليه معلقة صغيرة ديال نسكافي اختياري إلا ما عندكش نسكافي تقدر تدير معلقة كبيرة ديال القهوة مع الحليب وخاص دك الحليب ضروري يكون بارد بالزاف والكيكا خلاص تكون سخونة يعني كي تخرجيها من الفران سقيها وهي ما زال سخونة يعني مباشرة بعد ما تخرجيها من الفران غنخلي الكيكا تشرب على خطرها وفي نفس الوقت تبرد فهذا المرحلة ندوز باش نوجد الكريمة فهنا غادي ندر زلافة صغيرة ديال الحليب يعني نسكاس ديال الحليب مع نسكاس ديال الشانتيه كريمة الشانتيه إلا درتو كاس الحليب ديرو معها كاس ديال كريمة الشانتيه ديرو عبار واحد إذا تجوج مع الأقبار ديال كاكا والحلو خاص ضروري حليب دياليكم يكون بارد مزيان غنطرب هاد المكونات مع بعضهم حتى نحصل العلاقة كريمة شادة راسها ما شغل حليب فقط اللي يكون بارد خاص حتى الكريمة تكون باردة إني تكونو وضعتوه في تلاجة من قبل باش الكريمة ديالكم تطلع بسرعة وتشد راسها بعد ما بردت الكيكا خلو الكيكا تبرد مزيان عدلوا لي هالكريمة باش ما تدبش لكم الكريمة في الكيكا نوزعها مزيان نطلب بها الكيكا كاملة نقضها مزيان نقضها في نفس الحجم باش ما تجيني يجيها طلع وجيها هبطة بهذه الطريقة وبعد ما قضيتها مزيان ندخلها للتلاجة باش جيد تشد راسها مزيان لمدة عشرين دقيقة باش ملين دير لي هالطبقة الثالثة تكون شد راسها نحتاج للطبقة الثالثة 100 قرم الشوكولات دوبته من قبل نضيف علبة دانيت شوكولات نخلطهم مع بعضهم حتى تجنسوا مع بعضهم ونحصل على غانش بهذه القوانة شاهدوا معي كيف يجبت بريون أنكتفي تغيب 100 قرم شوكولات وعلبة دانيت نفرغ القانش من فوق الكيك ونبدأ نقعد تغيب المعلقة لا تفرغوش شوكولة وهي ما زال سخونة على الكريمة حيتياش غدوا بليكم الكريم خليوا القانش حتى تبرد حتى تفرغوها على الكريمة بعد ما قديتها نعود ندخلها لتلاجة ونجعلها تبرد لمدة نص ساعة أو أكثر ممكن تخليوها لمدة ساعة حتى تبرد مزيان وتشد راسها حتى من اللي تقطعوها جيشات راسها وخلاص تزينك يبقى اختيار ندخلها لتلاجة وبعد نطلقه حتى نرى شكلها النهائي بعد ما خليتها بردت مزيان وشدة راسها سنقسمها معكم باش شكلها من الداخل قطعتها بهذا الحجم متوسط قطعوها على حسب الحجم اللي بغيتم سنقصر لها اللون سنزيد عليها الحبيبات هذا الحبيبات تزينه بأي حجم توفر عندكم تزينك يبقى اختياري وزد عليها الشوكولتة بيض محقوق وهذا هو شكلها النهائي شوفوا كيف جات جاتها الى رائعة ما شاء الله نتمنى وصفة اليوم تنال اعجابكم وتبردتج والوصفة مع احبابكم واصدقائكم وما تنسوش ديرو جيم الفيديو وما تنسوش ضغطو على زل اشتراك وتفعيل الجرس بجدائما تتوصلوا بالجديد هذا فضلا وليس امرا وشكرا لكم وإلى الوصفة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة